اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا حكومة بالعالم بعتد فيها توقفها الشيء مبالح شفنا اسطنبول نعم نعم ولكن ما عم بيصير فيه كتير شائعات بل بس شائعات بس مظبوطة يعني ما حدا فيه يعرف اي متى بيجي واحد متفجر يفجر حاله انه هذا شيء صار بس الاهم من هذا كله انه كل يوم عم نسمع انه عم بلقطه خلية او شبكة او حدا راح يفجر حاله او مدبر للتفجيرات هادي شيء كمان تير مهم يعني تعتقد الامور لازم تنقال بشكل علني اكتر او اوضاح لانه فيه خوف يعني انه تروح هذه المسألة بإطار الشائعات تاخد مدى ابعد او او اوثى بس ما عم تاخد يعني صارنا عشر سنين عايشين فيها احنا قضية التفجيرات احنا بلبنان قبل الكل يمكن كان بلشت بس هلأ الوضع انه مش حلو يكون فيها الخوف الجماعي وبتصور ما فيها الخوف الجماعي الناس صار معوادين والصور اللي انتشرت عن الامن الذاتي لسيما بالقاع بتمنك عودة هذه الظواهر احنا ضد الامن الذاتي نهائيا يعني بس طبعا انه بالاخر عودة جماعة تفجر لهم ثمانة انتحاريين بضايحة صغيرة نعم انه شغلي كمان كبيرة كانت طبيعي الرد الفعل الدايم لانه خاصة هن خايفين من الحدود يعني من مشاريع القاع ومن المنطقة الجردية الكبيرة ومعزولين ليش البلد المسيحية القاع هي اللي دفعت التمن صراحة في عدة يعني متل ما عم تقري بالعلام يعني في عدة امور هل يتورا كانوا مرئين اكيد لا هلأ خلاص صاروا جين على القاع ليش فجروا هيك يمكن تيخوفوا المسيحيين يمكن يدركوا تيصفي ممر آمن للدواعش والنصرة او بعرف مين هنيك تينزلوا بطريقة تانية على غير مناطق كلها هيدي بعدها بالتكهنات بس كمان كانت فاشلة يعني اذا بدك تنحكي بقضية بالوضع استراتيجي يعني ليش عملوها ما انا شايفة انا كانت مخططة مثل غير التفجيرات اللي كانت تصير ان كان ببيروت بالضاحية او محلات تانية شو الوقت رح يقلنا ليش صار هيك وليش برأيي انا الحل هذا الخوف هل بتشوفوا بيعني بماذا بتكثيف التواجد القوى الامنية الشرعية على الحدود اما اليوم الاستاذ نوفالدو بيسأل بجريدة الجمهورية لماذا انتظار حروب ومآسي لتطبيق القرارات الدولية مثل الارار 15-50 و 17-01 بالداخل اللبناني على الحدود الشرقية والشمالية يعني تطلع اصوات تطلب بـ 17-01 هذه يعني تعرفة فيه اشكاليات فيها بس اهم شي هلأ اهم شي هلأ الجيش هو يستلم الزمام الأمور بالنسبة للجرود وخاصة الجرود الخطرة يعني هلأ وهذا بده اقرار سياسي والاقرار سياسي ما عم يتأخذ بالحكومات المتعاقبة مش موجود بعد قرار بانه الجيش يمسك زمام الأمور ما اني شايف انه سامحيلو مثلا يكون بجرود عرسال ليش ما راح بانه كمان بدك تشوف النصف الثاني من الكوب انه كمان بيقدر الجيش يوقف شاهد زور على تنقل مئات المؤاتلين من لبنان وسوريا رايحين جايين يوقف ناس ويسمح لناس تانيين يعني ما هون كمان بس نحن هلأ الخطر الداهم عنا هو الارهاب يعني غير عصة المسلحين اللي بيمرؤوا بروحوا من هون لسوريا الخطر الداهم الكبير هو الارهاب وقدومهم من هونيك وكل الضغط اللي عم بيسير بسوريا بالاخر عنده نبوان منفذ ما في منفذ يعني بالألمون وهو كلهم بدون يجو على لبنان طيب هاي دي مش خطرة انه برأي خطرة انا الجيش محضر للموضوع وكل ما حدا بدو يتقدم اكيد رح يمشي رح يقوس ورح ي وعم نسمع كل يوم عم بيصير فيه رد على الناس اللي عم تتسلل بس هالشي ما انه هالقد موجود مثلا بجرود القاع يمكن هلأ قيادة الجيش عم تتحسب لهالموضوع عم تعملها يعني تنظيف المنطقة شغلي صعب كتير لانه جرود شاسعة وبدأ طيران يمكن يعني مني عارف انا كيف تقنيات العسكر بس على الالي يكون فيه قرار حكومي بعد لها هلأ مش واضح وين شو اوكي حفظ الامن بس كيف الاهم من هذا كله الاستخبارات اللي عم تشتغل كمان يعني اللي عم بتفوت بالمناطق المقتزة بالمناطق الخطرة وعم تقدر تتقسي معلومات هذا كمان شي مهم استباقيا نعم نشوف ورا حنصير يعني انت لست معا انا خيف اكتر من سوريا يعني صراحة ماناك مع ان قوات الطوارئ الدولية يتمدد نتاع عمالة ليس طبعا طبعا دولية شفناها شو عملت بجنوب شوف كيف شو عملت لنا من الالفان وستة لجنوب مستقر اكتر من اي ماضي منطقة بالعالم مش مش بفضل القوات الدولية ممكن ممكن بس انه هاي دي كمان اشكالية كتير كبيرة على الحدود طبعا انه نصفي بالاخر وين الجيش يعني يعني ما في مش بها السهولة الجيش ما بده شي بقوله الجيش بقول انه عطوني الامر السياسي وانا حاضر بقى باك امور برأيي انا بتريح كمان اللبنانيين كتير وبتكون القضية هي لو بدهم يعملوا هاي دي اللي عم ينحكى عنا انه تحديد لبنان اذا بدك بالقوات الدولية برأيي انا كانت صارت من زمان يعني ما في اشكاليات كتير كبيرة بلبنان به الموضوع ودول ما عم تكون هالقدي مهتمة لتعمل هالشي يمكن لانه لبنان مانه على رأس اولويات هذه الدول ما بعرف ليش بس شي اللي اكيد انه نحن هلأ بخضم معارك طاحنة يمكن بسوريا راح تصير اكتر واكتر واتفاق امريكي روسي صار جديد هذا ما كان من يومان يعني صار 27 ما اعلنوا عنه بس الهيئة في شي جدي جدا هذا اللي بيفسر تقارب تركية من كمان من يعني الوضع التركي تغير بالنسبة مع اسرائيل وفي شي عم بيصير في شي عم بيصير ست حلب كيف وقفت مثلا كانوا اساس يرجعوا يكفوا بحلب بالروس هلأ بارح جامع كل السفرة طبعه بكل الشهر الاوسط بوتين او مرة بيعملها بيحكي باوكرانيا وبسوريا في شي عم بيتغير عصا عيد المنظر المشهد اذا بدك التحالفات يعني امريكا كانت هي عندها تحالفات مع الدول العربية الروسية كان عندها مع ايران ومع هلأ معلومات بتقول انه اجتمعوا اخدوا قرار انه يمشوا بقضية مشين محاربة الارهاب اكتر شي مع ابقاء عن النظام طيب هيدا معناتها الارهاب مين فيه يعني فيه نصرة وفيه داعش هود اتنين رح تجي القوتين العالميتين امريكا وروسية يصبوا عليهم طيب وين بروحوها عم بسكرون الحدود من تركيا العراق ما بق فيهم كمان لانه عم بيضيقوا عليهم كتير وما عندهم غير المنفذ يعني او بدون نفوتوا على الليت ايه او بدون نيجوا على لبنان بتخاف دكتور كوري انه لبنان يكون رجع مكان لتبادل الرسائل يعني فيه فترة لا فيه فترة لم يعود لبنان كتالك صارت يمكن اماكن اخرى محله اليوم من بعد اللي صار بتخاف انه يكون رجع لهذه المهمة احتمال ويرد عم بقلك البضع الاقليمي منه مطمئن ابدا يعني اطلاقا بس كمان فيه كمان شغلة منيحة انه اذا اتفقوا مظبوط وفعليا هيك صار هذه قيلة الواشنطن بوست من يومين يعني نعم ما بعض اذا مظبوطة بس اذا صار هالشي روسية وامريكا اكيد فيه تقاسم طويل عريض وفيه تغييرات كبيرة رح تصير اكيد لبنان بوجوده جغرافي يعني واضح انه رح يتأثر سيد نصر الله مثل ما قالت الاخبار وعد اهل البقع لشمالي وجه لهم رسالة اكد فيها عدم سماع حزب الله بحصول اي عملية تهجير فالمنطقة بالنسبة للحزب كما لامل مثل الهرمل بيرموش عيننا سنحمي اهل المنطقة لا اكيد هذا الشي يعني مسبح اليس من الاشدى بهالحالة انه حزب الله يعني يرجع لحدود لبنان اه هاي دي مشروع طويل عريض هدا ما بعرف اذا لا انه بدل ما يكون عم بحارك بشوارع حلب وبالشوارع السورية هون كمان في علامة يعني طبعا هاي دي اشكالية لانه الحزب بيعتبر انه لو ما كان بالألمون يعني كانت الامور مختلفة جدا بلبنان كله مش بس يعني بعرسال او باللبوة او انه هادا يعني هادا استباقيا وتقريبا يعني فينا نقول انه يمكن فيها من الجدية القضية هادي انه عدم امكانية دخول جحاف الارهابيين يلي ما قالوا دين ولا قالوا شي يفوتوا على لبنان من وضع عرسال نحنا عشنا هالمرحلة كلها عرسال كانت بيئة مش انه بيئة متفجرة اذا بديك حرام هنه العرسلي مخصن يعني صار عندهم تريبل عنهم سوريين نعم بس 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 عم ينحكى عن عرسال ما عم يتم التمييز انه عم ينحكى عن عرسال بشكل عام هالأمر ما بيخلق كمان لا لا احنا مميز جدا يعني والبرهان باخر اندخبات بردية يعني كانت واضحة عرسال وطنية بامتياز وبالعكس نعم ما فيه اي اشكالية هلا اللي صار انه فات عليها عناصر ارهابية واذا بتفهميها محل ما كان فيه نفوته بارحة فاته على الشو اسمه على على الجبهة الجنوبية مضمون هدوءة مضمون انها هادئة كله موقف على اسرائيل يعني اذا اسرائيل معتدت جبهة هيدا بس اذا اسرائيل عم تعتده اكيد بده سوفي رد لانه اليوم جريدة المستقبل تشير لتهديد الحرس الثوري الايراني بليسان نائب القائد العام اللي هذا الحرس العميد حسين سلامي بخطاب ناري بيقول الحمد بحمد الله القدرة على تدمير النظام السهيوني موجودة اكثر من اي وقت مضى لانه بلبنان فقط هنالك مئة الف صاروخ جاهز للإطلاق هيدا رسائل واضحة رسائل بس ليش بده يتم تهديد يعني بلبنان لا هذا يوم القدس كانوا عم بيحكوا عن يوم القدس تعرفي عندهم يعني بكل العالم العربي احتفل بيوم القدس من ورا الامام الخميني اساسا يعني هو اللي ترح الموضوع وبتشوف مزاهرات محل مكان العربي مع القدس بس اتهديد بانه من رد من لبنان ليش لبنان بدي يكون هو الأدات لانه اول شي لبنان المناصة يعني المناصة الاقرب اذا بديك وعن بيقولوا للإسرائيليين قوعة تلعبوا بالنار انه احنا عنا نار قد كن يعني ما فيه وكان مبارح كمان يعني لكن التهديد اوقات مفيد للاستقرار يعني وقال لازل لانه الاسرائيلي كمان مش عم بيقصر يعني معلش شي عم بيحكي كل يوم بمناورات كبيرة بس كل اللبنانين موافقين بتهديد بتدمير لبنان نعم ولكن هل اللبنانيين كلهم موافقين انه يتم التهديد تلاعب بامن واستقرار والتهديد التهديد جاي من اسرائيل تنكون صريحين يعني اللبنانيين عايشين كانوا ما احلى هون اسرائيل يعني الحروب كلها عملتها اسرائيل من زمان يعني كل وقت لبنان كان ينخض بحروب اسرائيلية بتدمير الطائرات يعني اسرائيل منا مش قاعدة حدنا سويسرا نحنا او بقى بهيك امور ما بتفهم اسرائيل غير هيك غير القوة نحنا عم نفرجوا انه في قوة من الامن للسياسي الوضع بحسب جريدة الديار موضوع بالثلاجة بالسياسية ايه هلا اكيد بالثلاجة ما اني شايف في شي تحرك انا ليه متل ما تحرك نفطيا ليش ما بيتحرك سياسيا املنا كبير مشا الله يعني نحنا معنا بس ما شايف انا هلا شي بالفعل مع انه في ناس متفاعلين صراحة تكون صريح من ناس من فريقهم ايه ما بتشاطرون التفاعل لا مش ما بتشاطرون يعني قد ما اتأملنا قبل صارت يعني اتأملتم بشو دكتور قوري لا بالوصول الا حلول يعني بانقاذ البلد بتغيير فعلي يعني نحنا اكتير تأمل يعني نحنا بالفرنسيو فروستريتد يعني بالانجليزي انه كلمة انه نعمل شي يعني مثلا قصة الكهرباء قصة النفط قصة هالامور هايدي اللي حياتيه يلي مفروض تمشي نعم بتنبيت حالا اوتوسترات تبعه شوني هاي دي صاله اربع سنين مثلا نواقف انه يعني في امور بالفعل لبنانيين تعبوا ما عاد فينا نكفي فيها هلا بتقليلي ليش متفاعل ليش فروستريتد بس انه في ناس متبع بقلك من عنا بعتبرين انه قريبة القضية يعني انه قريبة انه يسلعي مدعو للرئاسة ولا العيد يعني انه جمعة جمعتين انه فيه اشعير راح تجينا انه فيه احتمال ايه طبعا رئاسي لانه مثل بقلنا مش غلط يعني تنبت هالقضية ونخلص ونبلش يعني موضوع السل اللي ترحها الرئيس نبيه بره هي الحل ما بعد ما بعرف بتوافقه على السل كيفما اجيت لا اذا هذا الحل الوحيد اللي ممكن اللي موجود قدامنا انه يصير فيه اتفاق بين الافريقاء السياسيين لانه بالاخر طولة الحوار شو هي ما كمان اختزال للمؤسسات مظبوط اللي عم بيقولوا انه هكي ولو وين مجد نيابي وين الحكومة ما خايمة هوا طولة الحوار اللي عم بيحاوروا بعضهم فيها ما هي كمان اختزال الديمقراطية يعني اذا عم نحكي كمؤسسات نعم نحنا عايشين ببلد هلا اساسا المجد نويب ممدد له ومنو منو اذا بدك ممثل لللبنانيين مثل ما لازم كمان ما فيهو ياخد قرارات هيك بهالسهولة يعني نحنا ماشيين بشي بسدو دولة عم تجرب شي بشبه الدولة اه دستور يعني مش واضح هل المعادلة هون بالمرحلة المقبلة اما السل اما مؤتمر تأسيسي عم ترجع يعني انا ماني شايف انه فيه شي اسمه مؤتمر تأسيسي بعد ما خربت الدنيا نحنا وقت لبنان الحرب الاهلية الحقيقية مصر فيه مؤتمر تأسيسي الا قصة الطائف تعدل شوي بالدستور ماني شايف هالشي فيه امكانية لحلوله ولبنان راح يضل وجهه هيك متعدد متل ما نعرفه وما بتصور حدا بده يغير الرئاسات اللي موجود فيها يعني طبيعة تكوينها او كل كل تكوين من لبنان لازم يضل حافظ نوعا ما على سئة سئة انه هو موجود ما بتصور حدا بده يلعب هاتفاهم هاتوازن لانه بحسب اسعد بشارة اليوم بالجمهورية بقول مسؤول كبير بحزب الله اول شي بقول حزب الله يدغضغ مشاعر المسيحيين وينقل عن مسؤول كبير بحزب الله قوله هم يحاصروننا من خلال وضع يدهم على صلاحياتكم اي المسيحيين وعندما يعود جزء من صلاحياتكم اليكم نعيد ارساء التوازن هالكلام ما بيتطرح لما تستفهم كيف بدون يعيدوا الصلاحيات اذا ما كان بتغيير النظام نحنا لا بالعكس يعني نحنا طرحين كان تعديل مثلا لصلاحيات رئيس جمهورية زي هيد المقصود وادع للكل عارفينه والرئيس سليمان اخر واحد حكي فيها بشكل مفصل يعني في امور متوافقين علي المسيحيين انه في شي غلط حتى مش مسيحيين وطنيا يعني حتى المسلمين عم يقولوا انه ايه في اشي غلط يعني ما بيسوى تكفي هيك عم يحكي كصلاحيات ولا يمكن للتعديل ان يأتي من خلال تغيير المواقع يعني اصعد اصعد بشارة بيقول انه يمكن ينترح مسألة نايب رئيس جمهورية بهالطريقة يكون اعادة الصلاحيات تنترح مواقع جديدة يعني عم ينحكى يعني هاي شغلة دقيقة كتير ما بتصور مننا احنا اكيد مننا بهالتفكير او واد او مع عنا هالمعلومات اطلاقا وما بتصور بالبساطة هيك بتصير يعني هاي بدي توافق كل المكونات الوطنية مش بس المسيحيين يعني بعد الفاصل رح اسألك عن الرئاسة معطياتكم الخارجية شو بتقول تحديدا المسعى الفرنسي وموضوع الانتخابات التمهدية بالطيار الوطني الحر من اجل الاختيار مرشحي الحزب للانتخابات النيابية المقبلة لحظات ونعود